يشكو أهالي حي السعادة بخور مكسر في العاصمة المؤقتة عدن من طفح شبكة الصرف الصحي بعد أن باتت تشكل جزر متقطعة في شوارع الحي ودون وضع أي حلول من قبل الجهات المعنية بهدف التخفيف عن السكان من هذه المعاناة فالمجاري ترجع علينا الآن عندنا هنا ترجع للمبايد داخل كل المجاري دائما في الأسبوع مرتين في الأسبوع مرة تسدد علينا المجاري ورجعت عنها للمبايد قول الدنبا قدها تسبح لما البحر هذه السعادة كلها مجاري كلها من الطرف لأنهم يشيثوا كل الشارع هذا فتحصولوا كل مجاري وين المسؤولين وينهم ما أحد حد مسؤولين مدري وينهم هنا يزداد الوضع تعقيدا وسط مخاوف تواجه سكان الحي من تفشي الأمراض وعودة انتشار الحميات التي تهدد حياة المواطنين ناهيك عن الروائح المنبعثة من المكان المجاري هذه قعثتنا وقعثت أطفالنا يعني عندما تفيض المجاري يفتكروا القهال أنها أمطار يقوموا بأسباحة داخل يسبحوا فيها وحاولنا نحن ما درينا كيف نعمل نجيب أصحاب المجاري ينخش عادي يصلح لنا سدة يعني يحاولون يبعدون من المجاري المجاري أهم حاجة الوباء الزال الأمراض مناشدات مستمرة متكررة يوجهها أهالي الحي للجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة المحلية للمطالبة بعمل حلول قبل أن تتحول إلى كارثة إنسانية تهدد حياتهم رغم هذه المطالبات المليحة من قبل المواطنين إلا أن السلطات هنا لا تولهم أي اهتمام تجاه عبث طفح الصرف الصحي وتبعاته الأمر الذي ينظر بكارثة بيئية وإنسانية لا تحمد عقباه إبراهيم سعيد قناة بلقيس عدن